بمناسبة الاحتفالي باليوم الدولي للسلام الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر أيلول من كل عام فقد خصصت الأمم المتحدة أن يكون عنوان احتفالات هذا العام العمل المناخي من أجل السلام داعية للجميع إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ بوصفه وسيلة لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم وللتعليق على هذا الموضوع تحدثت لنورسات الأخت الراهبة ليليا النمري مديرة مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام وسفيرة السلام لهذا العام حول دور الشباب في الحفاظ على المناخ سواء في منازلهم أو جامعاتهم أو مدارسهم ومجتمعاتهم يسعد مساكو شكرا كتير لطاقم وقناة نورسات فضائية نورسات على هذه الفرصة أن نشارك المجتمع الدولي في الاحتفال بيوم السلام الدولي احتفلنا يوم السبت في تاريخ 21 من شهر أيلول باليوم الدولي للسلام والمدرسة عندنا مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام نحتفل بهذا اليوم من حوالي ثلاث سنوات نبادر في كل عام بتقرير وعمل ومبادرات للعيش بسلام المدرسة شاركت من 2016 بمبادرة Living Peace أو العيش السلام وهي عبارة عن مسيرة التربية على السلام وهذه السنة كانت مميزة لعدة مبادرات وتتويج للأعمال اللي تمت خلال ثلاث سنوات بحب أذكر منها عندنا حجر نرد السلام أو الDice of Peace اللي بيحمل في كل جانب أو كل مضلع عبارة تشد وتبني عالم السلام طبعا الأمور البسيطة بتقدر تكون لها دور في تفعيل وأحياء روح السلام عند طلابنا عند المجتمع المدرسي موظفين الكادر التعليمي أولياء الأمور في انخراط بهذه المسيرة هي مسيرة التربية على السلام في مشاركات أخرى ومبادرات لأن بتصلنا من الدائرة العالمية للسفراء السلام أجندة تحمل عدة نشاطات بتواريخ محددة فطلابنا شاركوا برسومات منها ماندلس رسومات تعبر عن السلام رسومات تمثل روح كيفية روح الإخاء المساوى العدالة المحبة والسلام بين مجتمع الطلابي بالنسبة لهذا العام كان الثيم المحدد هو العمل المناخي من أجل السلام فأخذنا هذه المبادرة وإن شاء الله بمساعدة وعمل فريق الوردية الكامل طلاب معلمين معلمات موظفين أولياء الأمور نجسد هذا الثيم أو المبدأ فبلشنا بمثلاً اللي بنقدر عليه هو زيادة المساحة الخضراء الموجودة إن كان داخل المدرسة أو في الأماكن وين الطلاب يقدروا إن كان في بيوتهم أو على مستوى الحدائق العامة عندنا بالأردن أو أيام نشوف يعني نربطها مع البيئة فبلشنا في زراعة شجيرة اللي بدل على رمز السلام إن شاء الله طبعاً هو شجر الزيتون وإن شاء الله رح يكون هذا في مبادرة بس لأنه كل موسم للزراعة نحتفل فيه الشيء الثاني اللي هي افتتحنا ساحة تحمل ساحة السلام فيها رسومات أولادنا فيها المسيرة في عنا نشاطات عم نفكر وبلشنا بجولة مع مجموعة من الطلاب وربطها بالبيئة اللي هي التدوير ريسايكلينغ مثلاً أو أي عمل يشجع طلاب إن كان داخل مدرسة أو خارجها لمسيرة السلام في النهاية طبعاً بشكر طاقم قناة فضائية نورسات بشكر الشخص المباشر اللي عرفنا على مسيرة السلام Living Peace أستاذ كارلوس بالما وطبعاً بشكر رهبنت الوردية اللي دعمتنا بكل المجالات حتى نحقق هاي المسيرة وكل الكادر التعليمي والطلابي وعائلة الوردية وردية مرج الحمام على دعمهم المتواصل وتبنيهم لهيك مبادرات وتحقيق كل الأهداف المرجوة إن شاء الله لخدمة السلام والمحبة والإخاء في بلد ننعم مع بعضنا البعض بالسلام اشتركوا في القناة